في أول زيارة يقوم بها أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى بغداد حملت دوقة أدنبرا الأميرة صوفي هيلين ريز رسالة الملك تشارلز الثالث إلى العراق الأميرة صوفي التي قالت أن زيارة العراق وبغداد على وجه الخصوص كان طموحا بالنسبة لها حديث أكدته عبر الرسالة الملكية سلمتها دوقة أدنبرا لرئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد وتركزت حول ملف المرأة والسلام والأمن كما حملت الرسالة رسائل تعزيز العمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام العراق والمشتركة مع بريطانيا سيم المناخ والأمن الدولي وحقوق الإنسان الملك تشارلز الثالث قال في رسالته أن أفكاره وصلواته مع الشعب العراقي نظرا لما عاناه من وحشية داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية المتطرفة الأخرى التي لم يسمها لقاء الدوقة مع رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني حمل أيضا عنوين مساندة العراق في حربه ضد الإرهاب والخطوات التي حققها على صعيد إزالة الأثار النفسية التي خلفها الإرهاب فيما قالت الحكومة أمام دوقة إدنبرا إنها تحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات وتعويض الضحايا زيارات عدة أجرتها الدوقة بهدف تشجيع المرأة العراقية على المشاركة الفاعلة في المجتمع كما شملت لقاء السفير البريطاني لدى بغداد والذي أكد حرصها الحقيقي على تحقيق المساواة للمرأة أما الفكرة الثابتة التي شددت عليها الأميرة الصوفي تمثلت بتقديم رسالة نصح للعراقيين حكومة وشعبا بتحقيق قدر أكبر من المساواة للمرأة وضمان حماية حقوقها مؤكدة أنه الملف الذي سيحقق ازدهار العراق واستقراره المستقبلي موسيقى